أشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس لجنة الأولمبية البحرينية بالدورة الكبيرة الذي تقوم به أكاديمية ريال مدريد البحرين في صقل مهارات الطلاب ونشر التعليم والقيام الأخلاقية عبر لعبة كرة القدم جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لسعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية ووفد من أكاديمية ريال مدريد حيث اطلع سموه على أبرز إنجازات أبرامج الأكاديمية التي حققتها طوال الفترة السابقة مثمنا المبادرة الإنسانية والخيرية من مؤسسة ريال مدريد لدعم الأيتام والأرامل وكذا أنها مبادرة تصب في مصلحة العمل الخيري وتحتع على المبادرة في هذا المجال وتندرج ضمن الشراكة المجتمعية للعمل الخيري من جانبه وجه سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية خالص الشكر والتقدير إلى اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على دعم سموه واهتمامه بالجانب الرياضي والخيري وتوجهات سموه الدائمة لتقديم كافة الخدمات التي تنصب في خدمة الأيتام والمحتاجين في البحرين وتوفير كافة السبل لرعايتهم وتطوير شخصياتهم جديرنا بالذكر بأن المؤسسة الخيرية الملكية وقعت اتفاقية تجديد أكاديمية ريال مدريد البحرين مع النادي الإسباني العريق ريال مدريد وجاء هذا التجديد بناء على نجاح تجربة أكاديمية ريال مدريد البحرين التي تديرها المؤسسة الخيرية الملكية بتعاون مع الاتحاد البحريني لكرة القدم وتأتي ضمن استراتيجية المؤسسة لتقديم الرعاية الشاملة لمنتسب المؤسسة من الناحية المعيشية والصحية والتربوية والرياضية شكرا